موسيقى برجمالكم وره تانية كثير مننا بيكون عنده أحلام كثيرة وهو صغير لكنه مع الوقت ما بيبقاش متوسك بيها قوي يعني أو حتى بتختلف وبتاخد شكل تاني لما بيكبر لكن دفتنا النهاردة قدرت تحقق حلم طفولتها وتشتغل في البزنس ومش بس كده هي قدرت تتغلب على صعوبات كتيرة وتسافر حول العالم كله وقدرت من خلال شغلها تعدي أزمات نفسية كبيرة تفاصيل عن رحلتها دي هنتعرف عليها من خلالها شخصيا وهي من ورانا ببرنامجنا صباح الورد البلوجر غايدة الشانتي أهلا بيكي وصباح الورد أهلا بيكي حبابتي عايزين نعرف بقى يعني كل واحد وهو طفل بيكون أحلامه بسيطة قوي انتي إزاي أحلامك كانت كبيرة قوي كده وما شاء الله قدرت إلى حد ما يتحقق إيها بصي من أنا صغيرة قوي محاطة بأهل هم بجد يعني بيقووني يعني بابايا من هو صغير مر في صعوبات كتيرة قوي وعرف يبني نفسه ويقوي نفسه لدرجة نحن دايما منقول أنه هو ممكن يعمر صحرة فالحاجة دي كانت بتاعملني بطريقة فضيعة وأمي دايما من نحن صغيرين أنا وأختي تقول لنا عمرك ما تعلقش هتك على الحيطة لازم يبقى ليكي كيانك ويبقى ليكي وجودك فدايما الإنفلونس اللي كان حوالي أو الإنفوريمنت اللي أنا ربيط فيها كانت مشجعاني قوي إن أنا نفسي أوصل لأعلى حاجة في الدنيا وأختي بقى ربنا يحميها يعني دايما بتمسؤولة وبتعلمني المسؤولية يعني عاملة زي ماما التانية هي أكبر منك في السنة؟ هي أكبر مني في السنة؟ بحضانها شهر ما ببسي بما أنك متأثرة بالعيلة قوي فعايزين بقى إيه يعني البطاقة الشخصية بالعيلة يعني 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 الاب بيشتغل في مجال إيه الام بتشتعل في مجال إيه يور سيستر إيه اللي تقصر إيه إيه اللي تؤثرت بيه فحددت بيه مجالك اللي انت في حاجة بسي أنا بابايا دكتور بيطري هينفع معها قوي ايو 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 انا خلاش كده احنا بصي كل الحيوانات في الدنيا دخلت البيت على اننا غفيت الله الله اهي بس هو بابا توفى هو صغير جدا فكان بيعيل اهله وفي نفس الوقت عارف يجيب سكولورشيب في بريطانيا فعارفة لما بتسمعي الحاجات دي بتحسي طب واي نوت انا كمان فهمة اصلي مؤثرة كده بممتي هي انتيرير دزاينر شطرة جدا ماشاء الله واختي مهندسة مع مرية لا انا معجبة بالعيلة دي اوي على فكرة لا انا انا اتعرف على العيلة ماشاء الله ايو لوسي محتى يازم اتعرف على العيلة دي بس فأنا دايما بقى ايمن ان دي حاجة مهمة اوي فاميلي والانفلونس اللي بيحطوها دايما طبعا على الطفل فمن انا صغيرة دايما عارفة دايما في بنات تقولك انا نفسي اتجاوز اول ما اتخرج او نفسي مش غلط او نفسي اي حاجة انا من انا صغيرة اقول نفسي يبقى عندي بزنس بس ما كنتش محددة اي نوع البيزنس لا بس الكونسيبت نفسه في دماغي الكونسيبت في دماغي ان انا عايزة اقليف كده اعمل حاجة كده في الدنيا عايزة تسيب بصمة عايزة اسيب بصمة في الدنيا وابقى خلاص اللي هو قد نفسي عارفة الاحتاس ده فاميلي بقى يعني انتي اشتغلت اكاونت معنا تجي اول ما تخرجتي صح ايه اللي خليكي بقى تعملي الشفت وتسافري اصلا تسيبي البلد كلها وتمشي يعني خدسي الخطوة دي زي ما خفتيش منها خفت اكيد خفت بس انا كنت شغيل اكاونت مانجر في ايجنسي كويسة جدا وحتى كانوا المفروض خلاص هترقى والسالة في حيالة والدنيا تمام دي كانت اول شغلانة تشتالية لا 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 انا بشتغل من اونا في الجامعة يعني انا فاكرا اول شغلانة اشتغلتها خالص كنت بروح لباب المحل اقص النايلز بتاعت الانومالز وكده ويديني فلوس اللي هو يعودني ايه يعودك عالشوغل ومسونية يعودني عالشوغل انا بشتغل من وصغير ايه مجال ايه ايه مجال ايه كان مجالها ايه كان مجالها ايه اه يعني انتي دخلت التخصص ايه تسبيق وبيزنس وكده لا ايه درست الموزل اه ايه بس فانا كنت بشتغل في الايجينسي دي وبجد بصراحة كانت البوزيشن جميل والراتب بردو وكل حاجة كانت كويسة السالري اه وبعد كده حسيت ان انا عايزة اطلع من الكمفرد زون من الحتة اللي انا مرتاحة فيها قوي لاني لقيت ان اليوم بتاعي قلب روتيني يعني بقلب وباكبر في الشغل بس ما حسيتش ان انا قادر اوصل اللي انا عايزة فاتجننت وحجزت تذكرة مونوي على نيويورك ما كانش عندي شغل ما كنتش عارفة حد هناك طب ثانية واحدة بقى يعني ازاي دير كتاب دي خطوة جريئة قوي زي دي طب اهلك دعموك يفدي ولا لا اه طبعا هم كانوا طبعا قلقين عليك اي اهل في الدنيا بيقلقوا بس دايما يقولولي بصي انت ادها اه بس انت رايحة للمجهول على فكرة يعني كل اللي انا عارفين انا رايحة نيويورك ايه بقى من نيويورك انا انا عارفين انا عجزت اوتل 11 يوم بس ولا مثلا فيه قريب مستنئي يعني قريبك هناك او صاحبتك هناك ولا ايه احد انا اخترت نيويورك عشان نيويورك هي احسن مكان للتسويق انا قلت لو عايز تكبري تروحي احسن مكان للتسويق انتي عندك بقى فيسبوك و انسجر والهبس كلها اصلا هناك فانا كنت عايزة اروح اتشالنج نفسي كده اعمل تحدي مع نفسي طب انا لو عارفت اشتغل هناك فدي حاجة هتبقى فضيع طب انا عايزة نقطة الفاصلة بقى مصلتي نيويورك ايوا اول محطتي رجلي في نيويورك فتحت اللابتوب في القتل وقعدت قدمت على كمية شغل مش عادي اللي هو اي حاجة اعرف اي حاجة مكتوب عليها ماركتنج او سيلز انا قدمت اوكي وبعد كده صحيح التاني يوم لقيتهم ردوا علي طب ما كنتش قل انا وانتي بتبعاتي يعني ساعات مثلا الواحد وهو بيبعت او بيسعى يقول ايه طب ما هيقبلوني ليه طب انا خاي انا خاي الخوف الخوف تعملتي معه ازاي لا الخوف ما كانش من ان انا اتقبل او لا يعني الحمدلله دايما حتى في الانتروفيوز وكده عملي ما كنت شخص اللي بي توطر بسك في خدراتي عشان تعبت عشان اوصل لغاية هنا فما كنتش خايفة من من السيفي او من حاجة كنت خايفة من اختلاف الخبرة طبعان انتي عارفة ان هناك طريقة الشغل مختلفة جدا عندنا فانا كنت خايفة من الحتة دي بس قلت ايه بتعلم بسرعة طب انتي يعني كنت مسافرة مش عارفة تشتغلي ايه خالص ايه بقى الاول شغلين اشتغلت بسي احنا ببدايين معينا صورك تعالين علي عليها الاول دي في اين دي في نيويورك في الشتة دي في نيويورك بس ودي في بيرس انا عشقة السفر خديني معيك يا انا ومها احنا عايزين نفسي انا بكلت عشان السفر خلاص في بيرلن في بيردلين في الانجلس فيها ودي في دي في آلي في آرمانيا حتي طب حبيتي ايه اكتر بقى طب ودي فيها ان юدي في جريس ايه om thouani ب� Punna طبعا بصي desses الفرح وديها كده يعني يبيلونج. ودي بالي. بصي. بالي طبعا بصي. لا سواء ما بقى يعني عايزين نتكلم عن الموضوع ده ما شاء الله يعني سفرت العالم كله. رحالة. طب ايه السبب؟ انا بحب السفر جدا فاول ما اتخرجت من الجامعة قررت ان انا عايزة سافر. بديت اسأل صحابي يقولوا لي مثلا صعب الفيزا. فلوس بتاع قلت طب انا مستنية لي. بديت بقى اسافر لوحدي. فبقى الموضوع عندي حب مش طبيعي. بقيت كل ما بحوش اي حاجة اصرفها في الصفر. سافري على طول. لا ما بدقي في الحقيقة متى. انا بحب كده جدا والله العظيم. اول ما يبقى عاية كده. اه. وعلى فكرة بتغير البني ادم. بيبقى عندك ثقافة على الناس اللي حواليك وتفهم لاختلاف الثقافات والاديان. وبتحسي نفسك مختلفة تماما. بعد كل السفرية بيبقى فيه فراش لوك كده للدنيا بطريقة جميلة. طبعا. بيتهالي مختلفة عن ان الواحد يبقى بيشوف العالم من خلال مثلا كتب او ان هو بيتفرج على فيديوهات. لا طبعا. تماما. 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 بالضبط. بس انا برضو والله حاسة يعني انا عايزة حقيقي على الشجاعة. برأة. فكرة ان انا سافر في بلد واتحط الواحد يزيد خوف جدا. دي الوحدة تخوف اصلا. ده حقيقي. اه. طب انتي هاو ديتو ماناجي يعني انتي مثلا رحنا ودخلت على اللابتوب قدمت على كل الشركات من تاني يوم كلموكي. مين بقى؟ كلموني. كلموني. كم افر مثلا. هقولك بالضبط. كلموني ثلاث شركات. انا بقى قلت ايه. واو يعني انا بجد يا شطرة قوي. يا دي بلد الاحلام زي ما انا بسمع. طبعا انا في دماغي يعني ما عرفش. رحت تشايكت ونزلت ولبست وكده وروحت. اه. لقيت بيعملولي انترفيو التلاتة نفس الطريقة او نفس الاسئلة. فهو الوزيشن انلاين مكتوب تسويق. فانا يعني تسويق. بعد كده اكتشفت ان هو مبيعات من باب لباب. فهمتي قصدي. اه. وانا كنت قدامي خلاص انا 11 يوم زي ما قلتلك في القتل. فانا محتاجة اني ابتدي ادخل فلوس عندي ايجار. وفواتير. واكل وشرب. فانا قلت دلوقتي انا حبيت اثبت لنفسي ان انا اولا لغاية النهاردة الحمدلله اقدها. وما كنتش عايزة بقى هو اطلب مساعدة من اي حد. فانا هاخد الشغلان دي. اعمل فيها شوية فلوس. على ما اعرف الاقي حاجة احسن منها. طيب باب لباب يعني دليفري مثلا. لا. بتعمل ايه. كان فيه فواتير كهرباء وغاز وكذا. فانحنا بنقنع العملة انهم يبدأوا ويخلوها على شركتنا احنا. فانت بتخباطي على الباب هاي. ايه رأيكم اعمل كذا وكذا وكذا. بالضبط تلاقي بقى ناس رزعت الباب في وشك. ناس قصلا بتماطع عن قليل الأدب. ايه ابرد بقى المشاكل اللي وجهتها فعلا. بما انه اصلك مواقف زي دي. بصراحة يعني انا شخصية بحب اصلا او اللطيفة مع كل الناس طول الوقت. فباستغرب قوي لما لقي حد رود او حد مش لطيف. قبلت من ده كتير طبعا انت بتخباطي على باب حد غريب. فاهمة قصدي. اللي تلاقي بقى الباب ترزع في وشك. اللي تلاقي حد طريقته معاك مش لطيفة. اللي تلاقي حد مش متزن اصلا. فقال لي مكنوش اصلا ساعدين جدا بالحركة تي خالص. اللي هو يا بنتي طب تردي حد مجلوم فتح لك الباب. طبعا. بس زي ما هي كانت ابرز مشكلة زي ما هي كانت نعمة. اتعلمت تعرفت عنيس كتير قوي. ومنهم حاجة ضحك واحدة هي كبيرة. كانت مضيف الطيران للأي كلاس. فمرة خبطت عليها بحاول أبعالها. فبتقول لي تأخوشي وتشربي كافي يا ستة كبيرة. دخلت شربت معاها كافي فها سمعت كصتي. سبت أهلي وسفرت وعملت طول واحدة وما عندي شغل. قالت لي I love it بجد. فأنا عايزة اديكي هدايا. رحت مدياني كنائبة كبيرة. كنت انا قلت لها ان انا لسه جايب الشقة. وبجد ما كانش معاي ان انا لسه فرشها. في رحت مدياني كنبة وتلفزيون قديم وسجادة. دي كنت الخيرة دي فرشت لك البيت يعني. الكنبة دي انا نمت عليها شهر ونص. بغاية ما عرفت اجيب السرير بتاعي. وبجد لغاية النهاردة كل ما بيفتكرها ببقى مبسوطة. قدي في ناس بجد كويسة في الدنيا. يعني انا ما طلبتش منها حاجة. هي كانت بتقول لي ان عشان الواحد يتلقى خير لازم يضي خير. نبتدي بقى الموسيقى التسطورية بقى في الخلفية بقى صغانيات وعيط بقى وانا تحسوا قوي. ويا زمن انتقاسي علي وانا ليه بيحصل فيها كده. يعني انا قصدي كممكن تستقبلها بكذا طريقة. يعني كممكن حد تاني يستقبلها ان هو انا ضحية وليه تعمل فيها كده. او انا ما بعرفش اخت خرارات صح. او انا اللي خلاني اعمل في نفسي كده. انت خطيها بفاري بوزيتيف عنجل. يعني انت بالعكس بتقولي دي نعمة. دي نعمة. ولو رجعت بالزمن تاني هنخبط على نفس البواب دي تاني. طب علينا اعرف انت وصلتي لبزنس تاك ازاي. بصي. وكان عندي كمان مشكلة نفسية. ده حقيقي. ده حقيقي وكان عندي فعلا سبير انجزايت دس اوضر. وهو اضطراب القلق. للأسف انا مكنتش فهم عنه. احنا بشكل عام ناس كتيرا من الدول العربية حتى انا. ما عندناش الوعي الكافي عن الامراض النفسية او العقلية او الحاجات دي. فلما حصلتني انا مكنتش فهمة مالي. كانت ساعة الكورونا. وانا كنت محبوسة في نيويورك. وطبعا زي ما انتم عارفين مصر وسعودية وكل حتة افلة. فانا مش عارفة اخش لازور اهلي. ولا اجي مصر عند جدتي. ولا حاجة. فقعد محبوسة الواحد دي. في الاول طبعا الاخبار كانت بتقول ايه. ان الناس بتموت. الدنيا بيضة. وانا بقى قاعدة في البيت محبوسة. وقاعدة تسمعي الاخبار. عمالة اسمع في اخبار. بعد كده بديت اكتشف ان جسمي بيعرق. نظري بيقل. برجع. تعباني على طول. مش عارفة انام. احس انا هابل على ثاني. احس فيه كورو. اعراض بتحسسك ان انت بجد عيانة. انت فيك حاجة. رحت المستشفى في عز الكورونا. كلمت 9-11 مرتين. وهو بجد يعني. عملي ما كنت انا ركبت اسعاب في حياتي. فركبتها الواحدي في الكورونا. ويعملوا كل الفحصات في الدنيا. ما عندي كيش حاجة. عامل قلب. ريئتين. مش معقول نفسي. مش مظبوط. قلبي. مش مظبوطة. بعرق بطريقة مش طبعية. بجد ما فيكيش حاجة. وبعد كده مورد كنت ركبة قطار في نيويورك. وجات لي الحالة نفسها. وبطريقة بشعة. فرجبت معي ممرضة في نفس القطار. فقلت لها سعديني. يعني. انا مش عارفة اعمل ايه. فحكت لها اللي حصل معي. قالتلي بوسي. اللي عندك ده. التراب قلق. بس انا مش متأكدة. لازم تتشخصي. وفعلا. لما اتشخص طلعت دي الحالة اللي عندي. وبعد كده بديت اجامع. انها كان بيجيلي. وانا صغيرة كتير. كنت بيكلموا والدتي كتير. في المدرسة. بس. فلقيت ان الموضوع. فعلا. موجود منها صغيرة. بس انا مش وعي عليه. بس. طب ليه جالك من انت صغيرة. وانت تكلمي على العيلة. يعني. فاري هارمونيوس. يعني. لأ. هي دي حاجة بتيجي من عند ربنا. آآ. مش دروسة دي جيد. لأ. بتيجي من عند ربنا. بتبقى. بسي. انا دروقتي. اعلمت اتحكم بيها. بعرفت اتحكم بيها. بالضبط. طب انتي ازاي تخطيتي بقى ده بالبزنس بتاعي. لسه كنت بقول لك يا ياسمين ايه؟ اه. ده نفس ازهيلنج. انا لسه بقول لها. انا اكتشفت في حياتي ان انا كل حاجة بعملها ازهيلنج. يعني. شغلي في الميديا ازهيلنج. حاول كده. ازهيلنج. بتحسسك ان انا عندي سبب اصحى كل يوم الصبح واكمل. صحيح. طب انتي وصلت لبزنس بتاعك بقى ازاي. يعني انتي اشتغلت ده الاول. وبعد كده تجاسي تقريبا في مجال التجميل او. صح. الكوزماتيكس والميكوب وكده. او احكي لنا بقى. انا بحب الميكوب. قوي. ولما حصلت موضوع الحالة النفسية اللي جاتلي دي وقت الكورونا. قلت انا محتاجة لأي سبب اصحى الصبح. يعني مش معقول البنت المجنونة اللي سفرت كل البلدان دي وكل الحاجة دي. مش هتلاقي حل للمشكلة دي. فساعيتها بتديت قلت ايه اكتر حاجة بحبها هي الميكوب. يعني غايدة نورتينا بجد ومشكرك شكرا جزيلا. بجد تينكيو سو مت انا انتو اللي بنوري. احنا بنشكرك على البوزوتيف انرجي. بنشكرك على الامل اللي اكيد اديتيه لشباب كتير او يسمعوك دلوقتي. وناس كتير عايزة تاخد خطوة في حياتها. ايه انا حاجة انك تبتدي بس. بالزبط. هتلاقي كله مشي. شجع كل البنات متشتسلم وتشتغل. ايه اصعب خطوة انك تبتدي. ربنا بيصر كل حاجة. صحيح صحيح. نورتي. نشكرك شكرا جزيلا. شكرا. شاهدينا فقراتنا لسه مستمرة خليكم معنا.